أريد سألك عن رأيك في روي فيتوريا الموديل الفني الجديد لمنتخبنا الوطني منتخب مصر ورأيك في أهم مميزاته وأهم الأمور اللي بيشتغل بيها فنيا وأسألك كمان عن ترتيبه في البرتغالي يعني هو ترتيبه يأتي في المرتبة الكام بين المدربين البرتغاليين الكبار هو مدرب كويس جدا أنا دايما كنت بتابع الشغل بتاعه وأنا من قبل ما أكون مدرب هو بيبدأ بالتأسيس بتاع الفرقة وبعد ما يبدأ بتأسيس الفرقة بيبدأ يطلع معهم خطوة خطوة علشان يعرف اللعيبة نفسهم عاملين إزاي وبعد ما يعرف اللعيبة عاملة إزاي يبدأ يلعب الطريقة اللي تناسب اللعيبة وده طبعا شيء كويس جدا بالنسبة لكم وبالنسبة لمصر والمنتخب مصر طبعا هو يعرف حاجات كتير جدا عن كرة القدم بحكم شغله في بمفيكا وفي أكتر من أكتر من فرق تانيين هو منظم جدا بيركز جدا في الحاجات الصغيرة بيشتغل على أكتر من حاجة جنب بعض طبعا هو عمل ده كويس جدا دلوقتي أنه عنده أربع سنين فهو طبعا هيعمل شغل كويس جدا اللي هو بيشتغل عليه دايما أنه هو بينطقي اللعيبة اللي عندهم مهارة كويسة اللي عندهم بيز أو قاعدة كويسة من الفكر والمهارة ويبدأ يشتغل عليهم علشان يطور في اللعيبة علشان يقدر ياخد منهم أحسن اللعب وأحسن أداء منهم في الفترة اللي هما بيلعبهم مجددا